وذلك على أستاذ جابر الأحمد الدولية أيها الأخوة والأخوات تتشرف الأسرة الرياضية اليوم برعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات يصلوا في هذه اللحظات موكب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه ويتوجه سموه رعاه الله إلى المنصة الأميرية في أستاذ جابر الأحمد الدولية حيث يشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية لبطولة كأس سمو أمير البلاد حافظه الله ورعاه للموسم الرياضي الفين وثلاثة وعشرين الفين واربعة وعشرين والتي ستقام بعد قليل بمشاءة الله فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات يتجه موكب سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه إلى المنصة الأميرية للبدء بمشاءة الله في المباراة النهائية لبطولة كأس سمو أمير البلاد حافظه الله ورعاه للموسم الرياضي الفين وثلاثة وعشرين الفين واربعة وعشرين أيها الأخوة والأخوات تتشرف الأسرة الرياضية اليوم برعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد فدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه برعايته وحضوره للمباراة النهائية على كأس سموه رعاه الله في اللقاء الكبير بين فريقي القادسية والسالمية بعد وصولهم للمباراة النهائية بكل جدارة واستحقاق فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات يصلوا في هذه اللحظات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه وفي مقدمة مستقبلي سموه رعاه الله الدكتورة أمثال الحويلة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد والسيد فيصل اليتيم رئيس الهيئة بالإنابة والسيد عبدالله الشاهين رئيس الاتحاد الكويت لكرة القدم ورؤساء الأنبياء الرياضية فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات يصل في هذه اللحظات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه ويتجه سموه رعاه الله إلى المنصة الأميرية للبدء بمشيئة الله في المباراة النهائية لبطولة كأس سمو أمير البلاد حافظه الله ورعاه للموسم الرياضي الفين وثلاثة وعشرين بين فريقي نادي القادسية الرياضية ونادي السالمية الرياضي وذلك على استاذ جابر الأحمد الدولية ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر سمع الوطاع سيدي سمع الوطاع على الملاء أميرنا يا أبو الوطن انجدد ولانا لم ما تبيه صير أميرنا يا أبو الوطن ومنها هنا على الوطاع وعلى الملاء سمع الوطاع سيدي سمع الوطاع أميرنا يا أبو الوطن براي المسيرة صاحب السمو والأمير أميرنا يا أبو الوطن الشيخ مشعل لحمد الجابر هلا سمع الوطاع سيدي سمع الوطاع على الملاء أميرنا يا أبو الوطن انجدد ولانا لم ما تبيه صير أميرنا يا أبو الوطن ومنها هنا على الوطن وعلى الملاء سمع الوطاع سيدي سمع الوطاع أميرنا يا أبو الوطن شعال أحمد الجابر هلا سمع الوطاع سيدي سمع الوطاع على الملاء أهلا هلا أهلا هلا على الملاء ولانا ما تبيه صير منها هنا على الوطن وعلى الملاء سمع الوطاع سيدي سمع الوطاع لأنها 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 كويتو stamp مصرين وإننا وإننا نحبك أميرنا يا أبو الوطن سيدي سمع الوطن كلنا رهن كلنا رهن كلنا رهن كلنا رهن أمورك يا قيدنا وشعبك أن تشعر نمراسنا على المتى يا شيخ كلمات سمع الوطن سيدي سمع الوطن لأنها لأنها كويتنا مصيرونا وإننا وإننا نحبك أميرنا لأنها كويتنا مصيرونا لأنها كويتنا مصيرونا وإننا نحبك أميرنا بأنها بأنها قواتنا مصيرا عهد وعد عهد وعد عهد وعد عهد وعد عهد وعد نرفع عالمها عالي في كل بنا سبحان وطاعا سيدي سبحان وطاعا ويل الأبد ويل الأبد ويل الأبد ويل الأبد بأنها بسيرت على الأيام يبقى شعب في دمه الولائب كل الأزمان سبحان وطاعا سيدي سبحان وطاعا لأنها تويتنا مصيرنا وإننا وعندنا نحبك أميرنا لأنها تويتنا مصيرنا وإننا وإننا نحبك أميرنا لأنها قويتنا مصيرنا لأنها قويتنا مصيرنا وإننا وإننا نحب بأنها لأنها قويتنا مصيرنا ترجمة نانسي قنقر